الفترة دي حاسس النتاية مش كويس ولا مصوت بس بعد اليوم وخلاص حاسس ان في حاجة معصانة واني حابب اكون لوحدي بس مش عايز افضل لوحدي ما بقتش اصدق اي حد وثقة في الكل تقريبا بقت شبه معدومة انا عايز ارجع لنافسي وشخصية القديمة فرحت البال بس والبساطة اللي كنت فيها انا تقتل فينك يا راح تلباش ما كانش بكتر المال كانت الناس على قد الحال والصحة كانت عالي لعال واللي رايح واللي جاي اتفضل اشرط شاي وكرم وجود ملهوش حدود على قد الموجود شهامة ورجولة ملهاش حدود الناس من جواها صافي والبركة والخير كان فايد وكافي والحب بين الناس كان وافي البيوت كانت مفتوحة القريب والغريب كان زمن محبة والكل كان في حبيب ما كانش فيه شيء عجيب كانت القيد ما كانش فيه حد عن حد بعيد وكان يا مكان رجعونا هناك وسيبونا فاتكم كتير خبرت امهاتكم وانتم لا تشعرون غادر احبتكم دون ان تنتهوا ضاعت فرص كتيرة واوقات سميلة عليكم وانتم لا تعلموا صلوات وسنن حقيقة موجوعة عارشين السبب ايه الانترنت سلب مننا حياتنا الحقيقة واخدنا الى حياة وهمية بائسة برغم المطورين على مواقع التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي بينصحوك انك لازم تريح نفسك واحرص على صحتك واليوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي داما بيقولك لازم تاخد قسط من الراحة بمعنى ان الانترنت نفسه بينصحنا لكن شغلنا عيوننا بالهواتف عوض رؤية وجوه امهاتنا وابأنا واحبابنا هذه اليوم نحاول فين تذكر ملامحهم طبعا شيء مستحيل فالامر يحتاج بوقفة منع النفس وانك تعرف نفسك الاول فالرحيل يا صديقي لا يستأذن احد راحت البال هي حالة تتميز بالهدوء والسكينة والرضا يسعى اليها كل انسان راحت البال هو شعور بالطمأنينة والاستقرار وعدم الشعوب بالقلق والتوتر او الخوف البيت المريح هو من اعظم مصادر السعادة ويأتي بعدها الصحة الجيدة فالصحة والسعادة والرضا واحد راحت البال الحب النواية الطيبة والقلوب النقية اشياء لا تشترى فاذا اردت راحت البال عليك بتلك العبادة تقرب الى الله والذكر والاستغفار فمهما تعددت خيارات الحياة اختار راحت البال راحت بالك اولا راحت البال والسلام النفسي لا يعوده اي شيء انسب شخص ديك مش اللي بيديلك حب واهتمام انسب شخص اللي بيديلك راحت البال واللي لما بتكون معاه بتنسى اي هموم ومشاكل علشان كده لما بتجو تختاره شريك الحياة اوقع تختار النص اللي انت عايز تعيش معاه اختار اللي يحقق لك راحت البال لان المشاكل في اساسة اي علاقة بس فيه فرق جدير بين الناس بتواجه المشاكل وتحلها وتقوي علاقتهم ببعض وتعالج المشكلة الحب الاهتمام الخروجات الاوقات الحلوة كل دي حقوقك فاي علاقة تدخلها فلما تلاقيهم ما تنجهش مش حاجة واو يعني وخيالية لكن الحاجة البرفكت في الزمن ده هي راحة البال انك تلاقي نفسك مع شخص يديك كل الحاجات اللي قلناها دي وكمان وهو مريح بالك مش محسسك بواجع قلب وخوف تأكد بان راحة البال هي تعلم انك تتقبل ما لا يمكنك تغييره وبالتالي ستعتزل كل ما يؤذيك مرة بالتوافض ومرة بالتجاهل واخرى باللا مبالاة سيكون من الممتع ان تطرق كل شيء فجأة وتتبرق من متعب الحياة وتنسحب من الباب الخلفي بدون لوم ولا جدال تنهي كل العلاقات المتعبة دون ان تكترس بما يقال وسيقال عنك لانه عندما ترى انت هتبعد من نفسك فانك شتجد بروحة البال تنتظرك هناك لذلك التجاهل من اجل راحة البال دلالة واضحة على الزكاء العالي لدى الشخص وكأن الشخص بيقول اعلم كل شيء ولكن لا اسمع لاي شيء بان يعكر صفي ومزاجي عن الوحدة يقول لا شك ان الوحدة التي يلجأ اليها الافراد بمحض اختيارهم هي اسلم الطرق لتجنب الالم الذي قد يتولد بالاحتكاد بالاخرين فلا شك ان السعادة التي يعصر عليها من يفضل طريق العزلة هي سعادة راحة البال ويقول ديستو يوفيسكي جرب ان تظل وحيدا لفترة طويلة ستجد ان البشر بلا اي فائدة حقيقية سوى انهاكك في تفاهات سطحية لمشاكلهم النفسية طوال حياتك ويقول جبران خليل جبران طلبت الوحدة والانفراد لانني لم احصل على شيء من يد بشري الا بعد ان دفعت تمنه من قلبي ويقول قارنيونغ الوحدة خطيرة ومن السهل ان تتحول الى اجمال عندما تدرك كم السلام هناك فلن ترغب في التعامل مع الناس مجددا ويقول الله تعالى وعزتي وجلالي لارزقنا من لا حيلة له في الرزق ليعلم ذو الحيلة اني انا رزاق اللهم ارزقنا حلوة الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة الباش اللهم امين وطبعا كلام ربنا عظيم مجميل هنقول كمان دعاء راحة الباش لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبعة ورب العرش العظيم ربي اني اسألك ان تريح قلبي وفكري وان تصرف عني شتاة العقل والتفكير ربي اني في قلبي امور لا يعرفها سوات فحققها لي يا كريم ربي كن معي في اصعب الامور وارني عجائب قدرتك في اصعب الايام اللهم امين شكرا لكم والسلام عليكم